موسيقى شفنا موسيماني كابتن موسيماني أبعرف القصة بالضبط بالتفصيل كيف موسيماني أو كيف كان اختيار المدرب موسيماني وهل هذا الرجل كانت هي المواصفات المطلوبة اللي يبحث عنها الأهلي وكيف تم الاتفاق خاصة أن الفترة كانت قصيرة يعني لازم في اختيار شخص يقود الإدارة الفنية في الأهلي سوف سيزعوب لما حصينا أنه هناك مستر فيلر مشتت شوية بالنسبة لموضوع كورونا والبعد عن أسرته المفروض كان فيه عشر تيام في الطاقة بتاع مستر فيلر العشر تيام دولت أنه ممكن نذكره أو هو ممكن نذكر النادي وإحنا الاثنين في حلة من أي غرمات أو أي حاجة العشر تيام دي كانت يوم واحد أعتقد عشرة من واحد عشر لعشر عشر لما حصينا بأن فيه نوع من أطوار يعني فيه اضطراب شوية أو فيه عدم تركيز شوية فاجتماعت مع مستر واتفقنا مع اجتماع كان اجتماع كبير يعني والاجتماع قلنا له أنه إحنا شايفين أنه مو مش مستقرة ومحتاج أنه إحنا نركز أكثر من كده شوية فهو كان طالب أنه هو يسافر لولاده الحقيقة إحنا كان إحنا توقيت غير يعني مش مناسب للسفر بس حسيت ساعتها إن برضو طيب لو هنسافر يبقى أن مدد العقد والعقد المتنعي يعني يكتمل لنهاية الموسم يعني يعني بعد أفريقيا فحسيت برضو أنه كان هو متردد في هذا الأمر فأنا رفضت السفر وقلت له ما فيش سفر أنا مش شادر أسيبك السفر في الوقت ده ونطرك الأمر لغاية ما نشوف إلي الممكن يتم يعني لكن حسيت ساعته إنه هو خلاص مش موجود العشر الكلام ده قبل عشر تيام دولار بحوالي ثمان تيام بالضبط كان اللقاء ده قبله بثمان تيام فحسينا ساعته إنه حلق لازم فاجتمعت باللجنة التخطيط وترمبوس عايزين نفكر في بدائل والحقيقة كابتن محسن صالح مع كابتن زكريا ناصف ابتدى بقى يكون في بدائل البدائل ديت كان فيه أرجنتيني وكان فيه برتغالي وكان فيه تيشيكي تلات مدرمين مسيماني مش مبينهم ما كان لسه ده ده كان بدائل بس عايزين نفكر في بدائل وقدموني الحقيقة البدائل دي فاجتمعت تاني باللجنة كلام ده يعني كنا بنجتمع تريبا كل يوم بنجتمع يعني الموضوع ما عادش فيش وقت زي ما حالك قلت ما فيش وقت يعني فكلمنا فيقول طوله ما نجيب مدرب عارف أفريقيا كويس عارف الملاعب الأفريقية عارف اللاعبين الأفريقيا اشتغل في أفريقيا كتير ما نحاول نفكر في الاتجاه ده ده اتجاه يعني تفكير خارج الصندوق شوي انتها ده تعمجيب مدرب أجنابي بتشوف السيفي بتاعته لكن السيفي نشوف مدرب اشتغل في أفريقيا والسيفي بتاعته كويس وده مش خارج الصندوق كمان ده خارج عن الاختيارات او الخيارات اللي موجودة عالطاولة كمان بالضبط الحقيقة عملنا حطنا كذا اسم موجودين منهم ناس أجانب بيشتغل في أفريقيا منهم ناس عرب منهم ناس أفريقيا لقينا الحقيقة ان السيفي الافضل هو موسمن فحطينا موسماني بيتس موسماني مع الثلاث مدربين التانية بقى عندنا أربع مدربين الحقيقة انا شفت ان الموسماني يمره واحد من اي ناحية من ناحية ايه من ناحية ان هو مستقر يعني احنا ندور عن مدرب اللي مستقر في شغله الموسماني اشتغل مع فريق عتاكس سبا السبورت تقريبا أربع أو خمس سنين ومورة بعض حقق معه من جزات كويس ده أول ما ابتدى يعني ثم 2006 إلى 2010 اشتغل مع المدرب برييرا المدرب برازيلي عشان جنوب أفريقيا داخل كاس العالم في جنوب أفريقيا فهو اشتغل اللي هو مدرب العام فأعتقد ان هو يعني خد خبارات كبيرة جدا من المدرب داخل واربع سنين برضو يعني خمس سنين لأولين مواسن وعنى اربع سنين منتخب جنوب أفريقيا مشي برييرا بعد كاس العالم او مدرب برازيلي دخل موسماني ميسك منتخب سنتين الواحد لوقت 2012 من 2012 من 2012 لغاية 2020 تمان سنين سنداونز مع سنداونز ما تغيرش ما بيغيرش فده الاستقرار ده مهم جدا وكمان جدد عقدهم مع سنداونز جدد عقد معهم خمس سنين كمان لغاية 2020 خمس وعشرين فاحنا لما ايه المسلماني طب ده على قوة نادي نادي الأهل المشي حياخد مدرب على قوة نادي يعني فالحقيقة نكلمت أنا مسلمان طوله احنا بفكر في كذا بس احنا محتاجين هل ناديك موافق على ده ولا الحقيقة كان مرحب جدا وكان سعيد جدا بالاختيار ده وده الحقيقة كمان خلاني من خلال بقى الانجازات كمان اللي هو حققها مش بس استقرار استقرار كلها انجازات فمن خلال الانجازات دي انه مر به بطلات كبيرة مر بنهايات كبيرة مر بحاجات يعني اتمنك انه يستطيع ادارة هذا العمع مع فريق كبير زي المدل أحلي فكان وكمان ترحيبه به وطموح كبير جدا خليني اتفائل بالموضوع طوله بس اهم حاجة في القصة دي لازم يوافق نادي سانداونز ورئيس سانداونز لازم يوافق على هذا الانتقال ومش هنتكمل ومش هنكمل نقاش في الموضوع ده الا لما يكون هناك موافقة رسمية من سانداونز بعد ما خلاص قالت انا اقابل رئيس النادي واليوم اللي قابل فيه رئيس النادي قالت ام محتاج عقد بس طوله هبعتلك العقد ساعتا بقى دخلت امير اللي هو مدير التعاقدات في الموضوع طوله بقى عقد هات العقد وبعادته لفلان وفلان في نفس اليوم بالليل هو ماضي العقد وبرجعه وكان محتاج ان احنا يمضي النسخة التعاقد قالت طوله برضو انا مش هقدر اعمل ده الا شي رسمي من النادي من النادي ورئيس النادي راجل شخصية كويسة جدا شخصية محترمة جدا حقيقة يعني انا اتعاملت معاه في لجنة الانديف لتحضل افريكي كنا عادين جنبادي احنا عادين جنبادي في اللجنة دي فشخص يجب ان احنا نتعامل بهذا القدر وهو ده نادي الاهلي مع احترامي كما طبعا لكل استخصات لكن النادي الاهلي كمان ما ينفعش يعمل حاجة غير كترة لازم يكون النادي الاهلي لانا نستأذي من الناس ونتكلم من الناس عندهم استعداد اهل المساعد ما عندهم استعداد خلاص حنشوف بديل تاني نشوف نواري اتنين بقى الترتيب بتاعنا يعني فتاني يوم على طول كان بعت لي مستر بيت سماسوماني وقال لي ان انا خلاص خدم وافعة رئيس النادي وليت النادي سان داونز رحمه طلع وبعتناه وخلاص الموضوع انتهى حسيت ان هو عارف لعبتنا واحد واحد بالاسماء وعارف لعيبة افريقيا الفرقة كبيرة كلها عارفهم بالاسم فدي شيء كبير لقيت اننا داخلين مش هلسة مش محتاجين وقت نعرف المدرد فدي بعض الامور الاستقرار الانجازات المعرفة بالكرة الافريقية كفاءة الاداء الاخلاص في العمل اللي انا اكتشافته بقى لما شفته على الطبيعة دي العناصر اللي خلت ان يكون الراجح نمرصحينه طبعا صار في النظر عن البطولات لان هو ما احترامك كامل تقول تلت بطولات لا هو بطولتين البطولة الاولينية فيلر ولازم ياخد حقه بنشكره جدا ثم وكمان حرك يعني مكافئة البطولة فيلر بتاع الدوري مكافئة فروكيا وكاس مصر المسلمين فده ولازم تروح لفيلر ولازم نشكره عليها ومضاطي يعني بياخدوا اجراءات دي هو ده النادي الاهلي بتعامل كده مع الناس يعني فأعتقد الأداء انك انت حاول تخلص في عملك وده الكلام ده ليا والمجلس دارة والجميع عمليين في الناد الأهلي واللاعبين والأجهزة الفنية وإدارية كل الألعاب اخلص في العمل خليك مخلص جدا خليك عندك القلب والروح انك تحقق بطولها لناديك التوفيق بتعرف بنا سبحانه وتعالى وده الأمر اللي هو لو التوفيق غام عنك تقومش الناس كلها تقوم بقى توقعك سبع أرض يعني من راحة شوية بغض النظر عن البطولات اللي حققها موسيماني بس كعمل انتوا راضين عن أداء مخلص أداء هو مجموعة الحقيقة بيشتعله وحماس شديد جدا بتفاني إذن أنا بروح التمرين كتير والراجل مش بس قبل ما ييه كمان أنا عارف طبيعة أداءه وهو بيحب الكرة جدا كويس فهو طبيعة أداءه طبيعة علاقته بالولاد طبيعة علاقته بالجهاز بتاعه يعني من نوع اللي هو مثلا 24 ساعة طول ما هو صاحب الكلمة في الكرة وده شيء عمر مهم الأهم حاجة المدرب اللي يبقى إزاي يحتضن العيده وإزاي اندلت أدواته اللعيبة دي هي أدواتنا اللعيبة دي هي إنته إزاي توفر لهم كل إمكانيات وإزاي تحافظ عليهم حتى حكم من الكلم عجيل ده كان يستحق البطولة إن هما أحسن فرقة موجودة يعني وفي نفس الوقت أخلاقيات عالية جدا عشان كده كنت نفس البطولة دي حققوها بطولة أفريقيا بالذات إن هما اللي حققوا بطولة كتير كاس مصر أو ده ورعاية أفريقيا كانت غايبة عن الجيل ده فأنا كنت سعيد بيهم خبرا بعد ساعات الجمهورنا والنادينا والتاريخنا ساعدت إن المجموعة دي حققت الكاس ده ترجمة نانسي قنقر